يحتفل العالم في 7 من حزيران من كل عام باليوم العالمي لسلامة الأغذية فوفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن نحو 600 مليون حالة من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية تسجل سنويا حيث ينتج عنها نحو 420 ألف وفاة في العالم سنويا بعد تناول أطعيمة ملوثة في الأردن تخضع الرقابة على سلامة الأغذية لإجراءات مشددة من خلال تنفيذ زيارات تفتيشية للمنشآت الغذائية وتأكد من سلامة الأغذية المستوردة عبر المنافذ الحدودية الأردنية نتابع هذا واحد من بين ثلاثة مختبرات تتبع للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الهدف منه هو التأكد من سلامة المنتجات الغذائية في الأردن ومطابقتها للمواصفة المعتمدة عبر سلسلة من الفحوصات الحسية والمخبرية نظام الفحص هو نظام محوسب تدخل العين المحرزة محوسبة وتخضع للفحص حسب كما أسلفت حسب المواصفات المعتمدة تدخل على نظام الفحص ويتم نفحص لها فيزيائي وكيميائي وفحص مايكرو وفحص متبقيات للمبيدات وحاليا نقوم بفحص المضادات الحيوية للحوم والدجاج المؤسسة العامة للغذاء والدواء تطبق معايير الرقابة على الغذاء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة محليا أهمها قانون الرقابة على الغذاء رقابة تقول المؤسسة إنها تراعي المغايير المطبقة عالميا للحد من المخالفات الغذائية فوفقا للمؤسسة فإن المخالفات الغذائية في الأردن تعتبر ضمن المغايير المقبولة دوليا فيما يتعلق بالمنتجات المحلية في عنا مخالفات ولذلك نرى عدد المخالفات مقارنة بعدد المنشآت الغذائية وأيضا عندنا نراتحين وهذا يقارب المستوى العالي للدول الموجودة فيما يتعلق بالسلامة الغذاء ما بتتجاوز 6% اللي هي موضوع المخالفات 6% مخالفات محلية وهذه من النسب المقبولة لأنه الآن أنت تتحكي عن سلامة الغذاء هي موضوع كبير جدا لأنه هي عبارة عن سلسلة وفي مجال الحفاظ على الأمن الغذائي تقول المؤسسة العامة للغذاء والدواء إنها تابعت حجم المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية خلال أزمة كورونا من خلال تشكيل فرق ميدانية للكشف على مستودعات الأغذية في مختلف مناطق المملكة أكثر من 50 ألف منشآت غذائية مرخصة في الأردن والرقابة عليها تطلب خلال العام الماضي تنفيذ أكثر من 40 ألف زيارة تفتيشية إجراءات الرقابة على المنشآت الغذائية في الأسواق تقع على عاتق فرق التفتيش ففي العام الماضي أوقفت الكوادر التفتيشية للمؤسسة أكثر من 1700 منشآت غذائية عن العمل لمخالفتهم للاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة في حال تم العثور على مواد غذائية تظهر عليها علامات فساد ظاهري أو منتهية الصلاحية يتم إطلافها على الفور وتحرير ضبط إيقاف عن العمل أو إغلاق تحفظ المنشآة الغذائية المخالفة بالإضافة لما يتبعهم من تحويل إلى المحكمة والقضاء الرقابة الميدانية على الغذاء خلال العام الماضي أفضت أيضا إلى إطلاف ألاف الأطنان الغذائية المخالفة وتوجيه نحو 20 ألف إنذار ومخالفة للمنشآت المخالفة للاشتراطات والمعايير الصحية راعد بن طريف المملكة عمان ومعنا من عمان المدير العام للمؤسسة العامة للغذائي والدواء دكتور نزار مهدات صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء وبهذه المناسبة نسأل إلى أي مدى نصنف نسبة سلامة غذاء الأردنيين سيدي بالبداية صباح الخير وكل عام وأنتم بخير حقيقة تشارك المؤسسة العامة للغذاء والدواء في اليوم الثالث لسلامة الغذاء والشيء الرئيسي في عمل المؤسسة هو الرقابة على الغذاء وعلى الدواء وعلى المستلزمات الطبية وأوجه الرقابة متأتي من تأمين المخزون الاستراتيجي من الأغذية وأيضا الرقابة على سلامة الغذاء من ناحية الاستهلاك البشري وكذلك من ناحية جودة الغذاء الذي يقدم للمواطن الأردني وعن دور المؤسسة ومستوى دور المؤسسة في الرقابة على الغذاء الدور كله للمؤسسة العامة للغذاء والدواء قانونيا وحسب القانون فهي الجهة الحصرية المسؤولة عن الرقابة على الغذاء وكذلك الدواء اليوم هو يوم عالمي لسلامة الغذاء ذلك متأتيا من أهمية هذه المادة وهذه السلعة الأساسية لكل مواطنين العالم لذلك كان لابد ولزاما على كل المؤسسات الرقابية المعنية في الرقابة على الغذاء التطوير في مجال الرقابة على الغذاء كما عملت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في العام السابق من استحداث برامج جديدة في الرقابة على الغذاء والتي تشمل زيادة عدد الفحوصات فاليوم المؤسسة تعمل على استخصاء وقياس المتبقيات الموجودة والتي يمكن أن تكون موجودة في الأغذية هذه المتبقيات طبعا منها ما هو مسموح لدرجة معينة ومنها ما هو محرم دوليا واليوم مختبراتنا قادرة على استكشاف 43 تقريبا من المضادات الحيوية التي يمكن أن تصنف كمتبقيات في الأغذية والأغذية والمنتجات الحيوانية بالتحديد أيضا كان هناك عمل إضافي على مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء باستحداث مختبر التبخ فنقوم أيضا بفحص مشتقات التبخ التي تسوق محليا وأيضا المؤسسة إن شاء الله في القريب سيكون هناك افتتاح للمختبرات الرئيسية المركزية في المؤسسة والتي ستشمل كل أنواع الفحوصات المطلوبة للرقابة والتأكيد على سلامة الغذاء المتداول محليا نعم يعني لو عدت السؤال ما نسبة سلامة غذاء الأردنيين؟ الغذاء المتداول هو سليم مئة بالمئة وذلك نتيجة الطلعات المتزايد للفرق التفتيشي في المؤسسة فمن هنا نطمئن كل المواطنين الأردنيين بأن الغذاء المتداول في الأسواق المحلية هو آمن مئة بالمئة يعني هذا فيما يتعلق بالرقابة وتحدثت دكتور بأن هناك طلعات جديدة ورح يكون فيه طلعات أكبر في الأيام القادمة لو تحدثنا أيضا في الجانب الوقائي ما دور المؤسسة في الجانب الوقائي حتى لا يحدث مشاكل مستقبلا لا سمح الله استحدثت المؤسسة برامج توعوية شتى أماكن تطبيق هذه البرامج تكون عند استيراد المواد لذلك هناك تعريف بالأمور والاشتراطات الواجب توفرها في الغذاء المستورد وبالتالي برنامج توعي كان على مستوى المستوردين البرنامج التوعوي الآخر للمواطنين من خلال الحملات الإعلامية التي تقوم بها المؤسسة لإطلاع المواطن على مصادر الغذاء السليم أيضا هناك كان دور المؤسسة في تفعيل الرقابة الذاتية للمنشآت الغذائية وهذا أيضا جانب توعوي لتعريف أصحاب المنشآت الغذائية بشروط اللازم توافرها في المنشآت التي تقوم بإعداد وتصنيع وتقديم الأغذية فالجوانب التوعوية موزعة على أكثر من المستوى وتقوم المؤسسة بتعزيز دورها التوعوي من خلال المراقبين ومن خلال العاملين في المؤسسة ونشرها عبر الوسائل الإلكترونية وكذلك الوسائل المطبوعة لنضمن وصولها إما للمواطن أو لأصحاب المنشآت الغذائية نعم دكتوري دعنا ندخل أكثر بالتفاصيل ما هي أبرز المخالفات التي تتكرر دائما لديكم في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهل هناك أي ممارسات كانت خطيرة جدا اكتشفتموها كانت خطيرة على غذاء الأردنيين بشكل عام السيدة زي ما تفضلت المخالفة هي مبنية على أساس الخطورة لذلك تصنف بمخالفة خطيرة ومتوسطة الخطورة وضعيفة الخطورة 17 ألف مخالفة أثناء الفترة الماضية العام الماضي جلها كان من المخالفات البسيطة التي لم تستدعي موضوع الأغلاق حتى لكن كان هناك مخالفات شديدة استوجبت أغلاق المنشآة ومصدرها كان المخالفة الواضحة والصريحة للإشتراطات الصحية التي قد تؤثر على صلاحية الاستهلاك للماد الغذائي للمواد القارئ للمرة الأولى لحجم الإطلافات وحجم المخالفات أحب أن أنوه إلى أن كمية الإطلافات في المواد الغذائية لم تكن نتيجة عمل مباشر من المؤسسة في الرقابة على هذه المواد بقدر ما أن هذه المواد كانت ضمن المواد المتلفة نتيجة انتهاء فترة صلاحيتها إما في المعابر أو في مستودعات التاجر فكان هناك نقل أمين من التاجر الأردني حقيقة بوضع المؤسسة بالصورة الحقيقية لهذه المواد وكان هناك مبادرة من هؤلاء التجار بالإصراع في عملية الإطلاف طبعا الفائدة مشتركة الإطلاف للمواد المنتهية الصلاحية إضافة إلى أنه يأخذ رصيد لدى المؤسسة هذا التاجر الذي يفصح عن هذه المواد إضافة إلى أنه هناك إعفاءات ضريبية مترتبة على الإفصاح بما يخص هذه المواد المنتهية الصلاحية فبالتالي انتهاء الصلاحية كان له علاقة مباشرة بتأثيرات كورونا ربما كان هناك تخزين بكميات أكبر أو أنه تخزينها كان نتيجة ظروف غير ملائمة للتخزين فبالتالي كان هناك جهود مشتركة ما بين المؤسسين وما بين أصحاب التجارة وخصوصا بكميات الكبيرة بالإفصاح عن هذه المواد والقيام بعملية إطلافة حسب الأشواء طب دكتور تحدثت بأنه هناك في بعض الأحيان يكون هناك مخالفات كبيرة جدا مثل ماذا؟ يا سيدي معظم المخالفات متأتية من المواد التي تدخل في تصنيع الوجبات والأغذية والتي تكون عرضة بشكل كبير جدا للتلف نتيجة مثلا اختلاف درجات الحرارة وأخص بالذكر المواد مشتقات اللحوم والمواد التي تحتوي على كميات كبيرة من البروتين هذه المواد أصلا هي تكون مهيئة لنمو بعض المايكروبات فالفحوص التي تقوم بها المؤسسة يعني بتكون حريصة جدا على بيان هل إنه هاي المواد قد تعرضت لنسبة عالية من التلف وبالتالي لزاما كان تلافا الفحص بيكون الحسي الفحص الحسي اللي بيقوم فيه المراقبين الميدانيين ومن ثم إذا كان هناك أي شك في موضوع وجود تلف في هذه المواد نقوم بأخذ عينة وأرسالها للمختبرات للتأكيد على وجود تلف في هذه المواد نعم دكتور ياني ونحن نتحدث عن الفحصات هل هناك اختلاف بين الفحصات التي يتم عملها على المنتج المحلي مقارنة بالمنتج الأجنبي المعايير التي تعتمدها المؤسسة هي معايير دولية ومعتمدة وبالتالي تطبق على الأغذية المستوردة وعلى الأغذية المنتجة محليا لا بد من توافر معايير معينة في الأغذية سواء كانت إنتاج محلي أو كانت مواد مستوردة فبالتالي هي نفس المعايير لكن هناك معايير مستقام من المؤسسة العامة للمقيس والمواصفات وهذه بالأصل أصلا معتمدة عالميا فبالتالي هي نفس المعايير التي يتم اعتمادها خارجيا ربما يكون هناك بعض الاختلاف في القواعد الفنية لكن من خلال مراجعة لقانون الغذاء ومن خلال مراجعة للقواعد الفنية المعتمدة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أجد بأن هذه القواعد شديدة جدا بما يضمن ويحقق يعني فيها نسبة جمود عالية جدا إذا بدنا نتكلم في صيغة قانونية هناك نسبة عالية من الجمود في هذه القواعد والتي هدفها الرئيسي التأكيد على سلامة الأغذية والهدف الرئيسي أيضا من تطبيقها خروج بمادة صالحة لمواطن أردني إن شاء الله صالح وهو يستحق ذلك نعم دكتور أيضا من أبرز القضايا التي تطفو على السطح بين حين وآخر موضوع المتبقيات للمبيدات في المنتجات الزراعية عموما ما دوركم في القضاء على هذه المشكلة وما دوركم في المتابعة أيضا لهذا الموضوع قانون الرقابة على المنشآت الاقتصادية والتي تشمل المنشآت الغذائية كان هناك توزيع واضح لدور كل المؤسسات الرقابية حديثا ومنذ سبعة أشهر تقريبا وتطبيقا للمادة ثلاث من قانون الغذاء ولأن الغذاء هو مسؤولية المؤسس العام للغذاء والدواء كان هناك دور رائد للمؤسسة في الكشف عن المتبقيات في الأغذية المستقام من الأصول الحيوانية فبالتالي كل الدور هو للمؤسسة في الكشف وفحص وتحديد مستويات هذه المتبقيات في المنتجات الغذائية وقامت المؤسسة بتحديد ما يقارب أربعين مادة يفترض أن تكون هذه متبقيات منها ما هو طبعا مسموح بنسب معينة ومنها ما هو محرم دوليا فتقوم المؤسسة بالكشف عن هذه المواد سعيا منها إلى تأمين ما تفعله من كل شعب تؤثر على الاستهلاك البشري المنتجات الزراعية تقوم المؤسسة المنتجات الزراعية والحيوانية تخضع إلى فحوص المتبقيات سواء كان متبقيات المضادات الحيوية أو المبيدات الحشرية تخضع لفحوص من المؤسس العام للغذاء والدواء ولدينا الكفاءات العالية جدا وحتى تم تأسيس شعبة في مختبرات المركزية معنية بالكشف عن هذه المواد سواء كان مبيدات حشرية أو متبقيات من المضادات الحيوية التي تستخدم في معالجة أو منع الإصابة ببعض الإصابات المايكروبية في الدواجن وغيرها نعم يعني بدي أرجع للمنتجات الزراعية دكتور اسمح لي يعني لماذا في كل فترة وأخرى نسمع عن وجود بعض المتبقيات في بعض المنتجات الزراعية لماذا يتكرر هذا الأمر المتبقيات ممكن تكون موجودة لكن هل هي ضمن الحدود المسموح فيها ولا لا الآن السؤال عام هذا سؤال واسع جدا لذلك أنا مضطر أني أجاوب عليه بشكل إذا الوقت بسعفني المتبقيات يا سيدي من المبيدات الحشرية هناك بعض المبيدات الحشرية المسموح استخدامها وتداولها في المعالجة والقضاء على الآفات الزراعية إذا كنا نتحدث عن المنتجات الزراعية وهذه المواد كونها مسموحة مسموح بلمت وحدود معينة من المتبقيات أن تكون والبعض الآخر من المتبقيات لا يسمح به أصلا أن يتواجد وهذه المتبقيات تكون سامة جدا وخطرة جدا لذلك لا يمكن استخدامها لكن ربما يكون هناك توفر لبعض هذه المواد في الأسواق إما نتيجة تركيبها أو استيرادها بشكل معين أو أن تكون موجودة نتيجة تلوث بعض المواد التي تستخدم في موضوع التغليف أو في العملية الزراعية في مراحلها يعني مراحل العملية الزراعية ومراحل عمليات الإنتاج قد يكون هناك تلوث في بعض هذه المواد التي قد تتواجد بالنهاية في المنتج النهائي وظيفة المؤسسة الكشف عن وجود هذه المواد سواء المسموح فيها أو الغير مسموح فيها وتحديد مستوياتها فبالتالي كنتيجة نهائية إذا كان هناك متبقي غير مسموح فيه ترفض هذه المادة وإذا كان المادة مسموح باستخدامها نكشف عن مستوياتها وهل هي ضمن المعدلات المطلوب توفرها أم أعلى وإذا كانت أعلى أيضا نذهب إلى موضوع الإتلاف لهذه المواد وإذا كانت ضمن الحدود المسموح فيها لا يوجد ما يمنع من تداولها بالنهاية طيب دكتور بعيدا عن الغذارة نستغل وجودك معنا اليوم لنتحدث عن سيناريوهات الآن لديكم في المؤسسة لإقرار استخدام الطارئ للقاحين الجديدين موديرنا وسبوتنك في لايت ما هي السيناريوهات الآن وما هي الدواعي لذلك يا سيدي كورونا هي حرب فبالتالي كل السيناريوهات متاحة من تسجيل أدوية طارئة وغير طارئة اليوم ضمن برامج تسجيل للقاحات هناك لقاح موديرنا تم التقدم به من الشركة الصانعة بشكل أصولي ولا تزال اللجنة المختصة وهي لجنة الأمصال المطاعيم تقوم بدراسة الملفات التي تم تقدم بها وعلى الأغلب أن ننتهي من هذه الملفات ويكون هناك قرار بالنهاية في غضون أسبوعين يعني 14 يوم أو أقل ربما لأنه تقدم خلال الأسبوع الماضي والفترة اللي معطى لاستكمال الملف بشكل طارئ عالميا هي 14 يوم متواصل بما يخص موضوع سبوتنك في لاعت وهو طبعاً إحنا سبق أنه في المؤسسة بتسجيل طارئ وإتاحة طارئة لاستخدام سبوتنك في وهو مطعوم روسي لكن اليوم تم تطوير وتعديل عليه بحيث أنه يعطى لمرة واحدة أو جرعة واحدة بدلاً من يحتاج إلى إجازة جديدة طبعاً طريقة الاستخدام حتى نفس الشركة أخ محمود إذا كان هناك تصنيع لنفس الشركة لكن في موقع تصنيع آخر يحتاج للتقدم لكن طبعاً معظم الملفات التي تكون مقدمة في بداية الموضوع يتم الاستناد عليها لأنه نفس الشركة ونفس المادة إذا تم إجراء تحديث فبالتالي مدة المراجعة تكون أقل وإذا تم تغيير موقع التصنيع يكون الهدف الرئيسي التأكد من الموقع التصنيعي بأنه لديه الشروط التي تلائم القواعد المعمول فيها في المؤسس نعم دكتور كان معك علي شهين كنت معنا المدير العام المؤسسة العامة للغذاء والدواء دكتور نزار مداد سعد صباحك وشكراً جزيلاً لك نعم حسابكً